في إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتابعة الإجراءات الاحترازية تفقدت توزيرة الصحة وسكان هالة زيد الحجر الصحي بمطار الأقصر الدولية وذلك في إطار زيارتها الميدانية لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد دامجاهد أن الوزيرة وجهت بالانتهاء من تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي بمحافظتي الأقصر وأصوان بالقاح كورونا وذلك خلال أغسطس الجاري حرصا على صحة وسلامة جميع العاملين وضيوف مصر بالتزامن مع خطة الدولة لتنجيط السياحة والتعايش الأمن مع فيروس كورونا